بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة وجد العلماء أن عملية تكون اللبن في الأنعام تتطلب عمليات شديدة التعقيد تقوم بها خلايا الدم وتشارك فيها أجهزة متعددة مثل الجهاز الهضمي والقلب والجهاز العصبي والدورة الدموية وتشارك كذلك الهرمونات والأنزيمات وخلايا الدم الحمراء والبيضاء والأجسام المضادة وغيرها من أجل إنتاج لبن نقي سائغ للشاربين الضرع يعتبره العلماء مدينة صناعية متكاملة يحوي كافة المستلزمات لتصنيع اللبن النقي الذي يعتبر آية من آيات الخالق سبحانه وتعالى العجيب أن القرآن أنبأ بكل دقة عن هذه العملية المعقدة قال تعالى وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةِ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين لا نملك إلا أن نقول سبحان الله